إلى موضوع آخر قالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأوروبية الأخيرة ضد أفراد ومؤسسات إيرانية خطوة غير شرعية مضيفة أن تهران تحتفظ بحق الرد عليها وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض لاثنين عقوبات إضافية على تهران تستهدف تسعة وعشرين فردا وثلاثة منظمات ردا على ما تعتبره استخدام تهران للقوة على نطاق واسع ضد محتجين سلميين